عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشباب لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبشراكة مع اتحاد المرأة الأردنية وتجمع المرأة بمحافظة الطفيلة جلسة حوارية بعنوان المرأة في 25 عاما مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية التنموية وتناولت الجلسة دور المرأة الفاعل والقوي بالعملية السياسية والتنموية بالمملكة والدورة القادمة في الاستحقاق النيابي بالفترة المقبلة كما تناولت نماذج أردنية تركت بصبات في كافة المجالات بالمملكة وتأتي هذه الجلسة ضمن خطة عمل الهيئة التي تسعى لتنفيذها في محافظة الطفيلة ضمن احتفالية المملكة باليوبيل الفضي لمسيرة الملك عبد الله الثاني نحو الأردن الحديث يأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن أنشطة برامج هيئة شباب كل أردن في مختلف محافظات المملكة ونحن اليوم نسلط الضوء في محافظة الطفيلة على دور المرأة التنموية وهو جزء من البرامج التي تنفذ الهيئة بمرور 25 عام على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية سنسلط الضوء من خلال هذه الجلسة على العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية اليوم كانت ورقتي الحديث عن المحطات العملية الانتخابية للمرأة من بداية تأسيس الإمارة لليوم لقانون الانتخاب 2022 ماشيين على مرحلة كثير مهمة وقوية في تاريخ عشرة تسعة إن شاء الله نشوف حضور قوي لسيداتنا ورقة كانت عن المرأة الأردنية ومشاركتها الواسعة في 25 سنة الماضية حيث اتسعت مساحة مشاركتها في العمل التنموي بتوجيهات من جلالة الملك في وثائق كثيرة ركز عليها ونفذتها الحكومة فيما بعد